التنشطي زي ما قال كابتن جمال لا يعتد بأنها مباريات رسمية إلا إذا كانت هذه البطولة مؤهلة لبطولة أفريقيا أو البطولة العربية إذا لم يعتد بذلك فهي مباريات ودية أما المباريات الرسمية زي البطولة الدوري مؤهلة لبطولة أفريقيا مباراة رسمية بطولة الكأس مؤهلة للكونفدرالية مباراة رسمية فالموسم بيبدأ من أول مباراة رسمية لآخر مباراة رسمية طيب هذا المسم اللي احنا فيه اللي هو توقف في النشاط هل بيعتبر مسم لا يعتبر لانه لم يكتمل لانه لم يكتمل يعني بما يعني ان الايقاف المسمين اللي نص عليهم اتحاد الكورة اذا لم يحدث نشاط رسمي لا يعتبر مسم ولكن من الممكن ان يعتبر مسم اذا اعتبرت البطولة النشطية بطيلا للدوري واستخدمت الكاس واستخدمت الكاس ده دخلتنا مشكلة طبعا قالوا الموسم 2011-2012 ده موسم هو الموسم ده والموسم بجاي هو كابتن متحد واحد بيجري 100 متر وويف عند الـ 50 وطلع يبقى أتمل السباق طب بس هو القرار بقول موسمين موسم 12 كذا وموسم 13 الموسم حضرتك لن يكتمل ويعتبر موسما إلا إذا استبدلت البطولة التنشطية كبديل للدولي ومؤهل للبطولة الأفريقية والعربية وطبقت الكأس مصر نعم خلاص ما أنت مع ملغية لا يعتد بيها ولكن هو من الممكن أن يعترف بنتائج الدوري السابق اللي هو مش الدوري ده كمؤهل لبطولة أفريقيا وده أمر طبيعي مع الاتحاد الأفريقي بيقبل الترشيح من قبل الاتحاد الوطني واخد بالحضرتك فمعنى ذلك إنه هو لا يعتد بنتائج الدوري ده واخد بالحضرتك فانت إنسى الدوري طيب إحنا هل هذه الدورة التنشطية هتستبدل مكان الدوري لو استبدلت مكان الدوري وتم تطبيق الكأس واعتبره موسي ما عملتش نشاط مش موسي وممكن الكأس ما يتلعبش كتير من المواسم الكأس ما بيتلعبش